فهدول البيشنس هنه محطوطين في نص هذا الفقر لأنهم هنه الأساس في القطاع الصحي وبدونهم ما كانوا هدول البروفايدرز البييرز الستيكهولدرز اشتغلوا أبدا فبداية رح نبدأ بالبيشنس فالبيشنس هو الكور للهيلث كير سيستم وزي ما حكينا بدونهم ما كان رح يكون في أي بزنس خاص في القطاع الصحي وكل الهدف أصلا من القطاع الصحي هو معالجة هذا المريض بغض النظر عن نوع المعالجة مثل ما رح نحكي كمان شوي فالمريض هذا يعني شخص بيجي بأسباب تتعلق في الصحة فلحتى نعرف هاي الأسباب اللي تتعلق بالصحة لازم نعرف شو تعريف الصحة فتعريف الصحة بناء على الWHO هو يعني هو خلو الجسم من الأمراض العضوية والعقلية وأنه يتمتع الشخص بالرفاه الاجتماعي وليس فقط خلوه من الأمراض فالشخص هذا لما يراجع القطاع الصحي رح يراجع عشان مشاكل بالفيزيكل بالمنتل أو امبروفمنت أوف هيلث ستيتس يعني يحسن من وضع الحياة تاعته يحسن من الكواليتي أوف لايف لإله عن طريق مثلاً أنه يعمل مراجعات مستمرة للأطباء يعمل زيارات دورية لا مثلاً إذا كان عنده خاصة chronic illnesses أو treatment of illness يعني ممكن يروح مثلاً لأكيوت illness اللي هو مثل مثلاً رشحة زايدة شغلة يعني طارية صارت معه بروح يتعالج علشان هاي الشغلة فقط so the care they seek can be preventive in nature interventional or rehabilitative preventive in nature يعني إنها بتحاول إنها تمنع هاي المرض يعني الخدمة اللي رايح يعملها رايح يعملها بهدف إنه يمنع إنه يصير عنده هاد المرض فممكن يعمل عنا vaccination إنه يروح هاد الشخص يطلقى مطعوم سواء كان هاد الشخص طبعاً كبير أو صغير بغض النظر فلما يتلقى هاد المطعوم بيكون الهدف منه إنه يمنع إنه يصير عنده أي مرض وكمان شغلة مثلاً ممكن يعمل screening اللي screening اللي هو عبارة عن يعني زي مسوحات طبية إنه بروح يعمل فحص هذا الفحص الهدف منه إنه يعرف هل في عنده مرض أو ما عنده يعني بعرف أو مثلاً شو المرحلة اللي هو فيها من هذا المرض مثلاً مثل ست راحت عملة فحص مامو جرام اللي هي صورة الأشعة هذه واكتشفت إنه عندها طبعاً راحت تعمله بهدف إنها تشوف هل عندها مرض أو لا أو حتى تمنع تطور هذا المرض إذا كان موجود فهي راحت عملة المامو جرام وكتشفت إنها بالfirst stage فعلى طول منعت إنه هذا المرض يتطور ويصير يوصل للfourth stage كمان شغلة بتدخل عنه بالpreventive nature هي إنه نمنع مضاعفات الأمراض فمثلاً مريض السكري نحاول دائماً إنه نسيطر على مستوى السكر عنده في الدم لحتى ما يصير عنده مضاعفات سكري مثل القدم سكري مثل مشاكل الكلا وما إلا ذلك أو اللي هي الـ interventional هم بدخل فيها عنا سيرجيري بدخل مثلاً diagnostic procedures ما إلا ذلك يعني شغلات بتكون يعني بتكون الهدف منها اللي هي علاج هذا المرض يعني فيه عندنا مرض وهو الهدف منه إنه يعالجه للمرض الشغل الأخيرة اللي هي rehabilitative وهون صار عنا المرض وهذا المرض أدى إنه يصير مثلاً disability أو مثلاً low quality of life فبنعمل rehabilitation يعني مثلاً ممكن شخص عمل عملية عظام بعد هاي العملية لازم يعمل physiotherapy rehabilitative اللي هي التأهيل فبعد عملية هاي العظام لازم يعمل عنا physiotherapy اللي هو علاج طبيعي فهذا الإشي بدخل تحت rehabilitative أو مثلاً شخص اتعرض لحادث فبعدين ببلش يعمل rehabilitation لحتى ترجع وظائف الجسم عنده تمام وquality of life عنده تتحسن أوكي هذا المريض ممكن يكون يا إما inpatient أو outpatient الinpatient إنه بيكون عنا داخل في المستشفى أو إنه يكون outpatient يعني بتعالج في مركز صحي أو مثلاً راح على مختبر راح على مركز أشعة وما إلى ذلك يعني راح وقت قصير وروح يعني مش إنه ضلوا بالليل في هذا المكان أو يعني يكون حاجز سرير في هذا المكان مثل المستشفيات أوكي؟ وبالنسبة للoutpatient راح يكون عنهم موضوع خاص في المادة الفاينل إن شاء الله الجزء الثاني من هدول الcomponent هو الpair مثل ما حكينا المحاضرة السابقة إنه المريض نادر ما يكون هو الدافع عن الخدمات الصحية المقدمة لإله فغالباً اللي بدفع عن هاي الخدمات هو زي ما بحكوله third party أو شخص آخر هو المسؤول عن الدفع أو يعني دفع نسبة من الخدمات الصحية لهذا المريض هدول الناس الpairs اللي هن شركات التأمين بأنواعها مثلاً سواء كانت شركات تأمين خاصة سواء كانت مثلاً إعفاءات طبية أو تأمين صحي حكومي تأمين جيش كل هدول بدخلوا تحت معروف تحت تعريف أو تحت الcomponent اللي هو الpairs so it's uncommon for an individual to self-pay the payer is almost always someone other than the patient who finance or re-impairs the cost of healthcare يعني هو المسؤول عن إنه يدفع هاي الخدمة للشخص اللي قدم هاي الخدمة اللي هني الprovider it could be government, health insurance or any other private entity تمام الcomponent الرابع هو الproviders حكيان الproviders نوعين يا إما organization أو people so هدول الprovider الهدف الأساسي من وجودهم هو تقديم الخدمة للمريض فبدون هاد المريض هنه ما راح يقدموا الخدمة لأي حدا وبالفعل ما راح يشتغلوا فالexamples على هدول الproviders أول واحد هو الhospitals وهي بتدخل تحت الorganizational provider هدول الhospitals they are provide short and long term medical care يعني يا إما ممكن المريض عندهم يقعد بروح بنفس اليوم ممكن يقعد يوم يومين وممكن أحياناً بيكون long stay يعني بيضلوا فترات طويلة خاصة اللي بيكون بدهم مراقبة أو بيكونوا مثلاً بغيبوبة بالICU intubated interventional قدّى إلى أنه يصير في عنا diagnosis لهذا المرض أو therapeutic علاجية سواء كان treatment أو surgeries عملت لهذا المريض وقدّت لأنه يتعالج أو الأخير اللي هي rehabilitative اللي حكينا عنها ودائماً يعني المستشفيات بيكون فيها inpatients بس ممكن يكون فيها outpatients رح نحكي عنها كمان شوي بس ال inpatients إشي أساسي يكونوا بالمستشفيات طبعاً المستشفيات يعني ممكن إحنا نصنفها من ناحية number of beds قدّيش عدد الأسر لهاي المستشفى لحتى نعرف قدّيش حجم الخدمة اللي ممكن تقدّمها ownership لهاي المستشفى خاص حكومي خدمات type of services ففي عندنا مستشفيات ممكن تقدّم كل الخدمات الطبية من جراحة باطنية نسائية جراحات خاصة أو ممكن تلاقيها متخصصة فقط في تخصص واحد مثل مثلاً مستشفى قلب مستشفى عيون مهكذا فبعتمد على type of services اللي حددت المستشفى وظيفتها فيه الشغل التاني اللي الأكزامبل التاني اللي هو الكلينيكس هدول الكلينيكس هنه بتكون فقط عيادة الطبيب فهاي العيادة ممكن تكون مثلاً عيادة عظام للطبيب بسين عيادة نسائية للطبيب صاد مثلاً وهكذا فالكلينيكس فقط بتكون الطبيب لوحده موجود في هادي العيادة كhealth care provider بينما الميديكال سنتر الميديكال سنتر بيكون فيه عدة عيادات بالإضافة للأقسام الأخرى الموجودة بهذا السنتر فمثلاً بالسنتر ممكن نلاقي عيادة طب عام طب أسنان عيادات اختصاص إذا كان هذا المركز الصحي شامل مثلاً أو مركز صحي خاص كبير ممكن تلاقي اختصاصات مختلفة فيه كمان مثلاً ممكن يقدم معنا خدمات اللي هي الصحة العامة مثل الفاكسينيشن سكرينينج وما إلى ذلك كمان عنا فيه أقسام أخرى بالميديكال سنتر مثل المحاسبة الأشعة المختبر طبعاً هاد كله بيتمد على كبر هذا الميديكال سنتر شو كان كبير شو زادت خدماته الهوم كير الهوم كير هي الزيارات المنزلية والخدمات المنزلية اللي بيكون مسؤولين عنها أحياناً مثلاً التمريد ممكن كمان الأطباء يكونوا مسؤولين عن هاي الخدمات والمقصود فيها أنهم يعملوا زيارات منزلية للمرضى لحتى يعالجوهم مثل مثلاً القدم السكري أنهم يراجعوا هذا المريض ويزوروا هذا المريض ويعملوا له مثلاً درسينج مثلاً شيكوا على الأدوية لهذا المريض إذا ما تذكرين أيام الكوفيد زادت كتير خدمات الهوم كير من ناحية أنه تصار في عنا مرضى بيكونوا مثلاً بحاجة لأكسجين بحاجة لمتابعة يعني زاد الطلب على هاي الخدمة آخر شغلة آخر نقطة اللي هي زي ما حكتلكو هون أنه الهوسبتل ممكن يكون فيها اشيء أساسي يكون فيها بس ممكن يكون فيها اذا كان فيها اوت بيشن هون بيصير اسمها وهون بيكون في عنا بنفس المستشفى في عنا عيادات خارجية هاي العيادات الخارجية بيروح المريض يتعالج عند الطبيب ويروح بعد الموعد على طول مثل مثلاً مستشفى الصلط فيه المستشفى نفسه اللي هو الان بيشن والجزء الثاني اللي هو عيادات الخارجية اللي بيكون فيها اوت بيشن اوكي تمام نيجي عنا على الكمبونت الأخير هو الستيكهولدرز وحكينا بالمهاضر الماضي شوي عن مين هم الستيكهولدرز اللي ممكن يكونوا في القطاع الصحي اول شغل بيحكي لكم الهيث كار ارغانيزيش ايضاً اكتر ناس بتوظف بالمجتمع هي القطاع الصحي ويعني اذا حدا شاف اعلانات ديوان الخدم اللي هو المسؤول عن التوظيفات الحكومية بتلاقوا انه اغلب الاعلانات بتكون عن الوظائف الصحية وهذا الاشي بسبب تنوع هاي الوظائف يعني هي ما بتختصر فقط على يعني حتى المهن الطبية فيها تنوع من صيدة لتمريض طبيب ما الى ذلك وبرضو المهن الاخرى فيها تنوع في وزارة الصحة مثل المهن الطبية المساندة مثل المحاسبين النوترشينز شو اسمهم كمان عنا الفنيين الأجهزة الطبية وكتير كتير وظائف كلها بتتعلق في القطاع الصحي فكل ما زادت عنا حجم هاي الوظائف وتنوحها زادوا المسؤولين عن هذا القطاع فمثلا القطاع الكبير اللي بيوازي قطاع الصحة هو قطاع التعليم بس قطاع التعليم لما تروح عليه بتلاقي الوظائف محدودة ما بين معلم أو إداري حتى الإداري بغلب الوقت ممكن يكون نفسه المعلم ف يعني المسمى الوظيف لهم كلهم بغض النظر شو كان تخصصهم دارس رياضيات حسوب علوم هو بالآخر مسمى الوظيف في معلم فالتنوع المهن بيكون فيها جدا قليل بينما القطاع الصحي زي ما حكينا هو متنوع وهذا الإشي بنعكس على عدد اللي مربوطين في القطاع الصحي الشغلة التانية بيحكي لكم إنه هن القطاع الصحي أكتر قطاع بيطلب services و supplies فحاجته المستمرة له هدول السبلايز بيخليه أكتر قطاع ممكن يعني يخدم المؤسسات الأخرى اللي بتقدم له هاي الخدمات فمثلا استهلاكه للمنتجات الطبية اللي هي بتكون دايريكتلي إلها علاقة في الطب مثل هي مثلا الإبار الشاش شو المستهلكات عنا النورمل سلاين الأدوية كلها هادي بيكون الطلب عليها جدا كبير وهي لها علاقة في القطاع الطبي أما ممكن كمان تكون إن دايريكتلي ريليتد أو تسا سبورتينج بيشن كير مثل مثلا البرودكت الثانيين اللي بيحتاجوهم بالقطاع الصحي مثل عنا مثلا المنظفات الأكل الخدمات الأخرى يعني اللي إلها علاقة في القطاع الصحي وتكون مكملة لإله بس ما بيكون إلها علاقة بشكل مباشر في المريض فهذا كله برضو يؤدي إلى زيادة عدد الستيكوولدرز اللي مسؤولين أو إلهم علاقة في وزارة الصحة بينما مثلا بالمثال اللي حكينا اللي هو المقابلة إلها اللي هو القطاع التعليم الأشياء اللي بتحتاجوها في قطاع التعليم مثلا ممكن اللي هي الكتب اللي هي مثلا توازي الأدوية عنها في القطاع الصحي الشغلة الثانية ممكن مثلا الأشياء اللي ما إلها علاقة مثل المنظفات ومثلا حتى مثلا موجبات أكل ما فيه في القطاع التعليم غير هن الأشياء المشتريات اللي بقدموها في المدارس ف الاستهلاك للمنتجات بيكون جدا محدود في قطاع التعليم مع أنه جدا كبير لكن المنتجات اللي بيحتاجها جدا قليلة وهذا الإشي راح يخلي المسؤولين عنه إقلال كتير فبتلاقي مثلا ممكن تكون وزارة التربية فقط والنقابة المعلمين بالإضافة للأنجي اوز اللي إلها علاقة في التعليم بينما في القطاع الصحي زي ما حكينا ديك مرة هي جدا متنوعة مثل مثلا إذا إلها علاقة بالرجوليشن عم نحكي عن مثلا وزارة الصحة عم نحكي عن النقابات الانجي اوز الوزارات الأخرى اللي إلها علاقة فينا مثل مثلا وزارة الاقتصاد الصحي وعدة stakeholders كلهم ممكن يتنوع ما بين government service and product provider مثل الشركات الأدوية and business partner كلهم هدول يندرجوا تحت stakeholders للقطاع الصحي اوكي تمام بالنسبة لل financial component أي سؤال الآن تمام بالنسبة لل financial components of healthcare بحكي لكم اللي without payment reimbursement or fair compensation for healthcare services the services would not happen يعني الصحة والقطاع الصحي صح هو مهنة إنسانية لكنه بالآخر برضو هو عبارة عن industry وإذا أنت ما دفعت لهذه السيرفيس اللي أنت بتطلقاها بالنهاية راح يبطل في عنا خدمات صحية فمثلها مثل غيرها لازم أنت تدفع لحتى تاخد هاي الخدمة سواء الدافع كان الشخص نفسه سواء كان شركة تأمين ما إلى ذلك المهم أنه يصير في عنا ريمبارس للقدمات اللي تم تلقيها فمثل الشعب الأولى حكيت لهم أنه دائما الناس تربط المهنة الصحية بأنها مهنة إنسانية ويعتبار بستكتروا أنهم يدفعوا لهاي المهنة فلوس لأنه زي بيحسسوا دائما اللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي أنه أنتوا مجبري على أنكم تقدموا لنا هاي الخدمات بشكل مجاني فمثلا ممكن يستكتروا على أنهم يدفعوا لهذا الطبيب 20 دينار حك كشفية وبيحكوا أنه رحنا عليه ويدوبوا حكى معنا ويدوبوا شخص وبالآخر حكارنا أنه الأمور تماما في إيشيفة وأخذ 20 دينار فيعني بالنسبة لهم أنه أخذ كتير بينما مثلا ممكن يدفعوا لأي قطاع تاني ممكن يدفعوا لمواسرجي كهربجي إيجا بس تقتقلهم شوي أو ميكانيك سيارات وبتفعوا له 40 و50 دينار وهن مبسوطين وما عندهم أي مشكلة فدائما بيحسسوكم أنه خدمات الصحية لازم تكون فوري فري لأنها مهنة إنسانية وما إلى ذلك ولقد دام رح تشوفوا كيف يعني هذا إشي كتير بيواجهو الأطباء يعني على دائما زي ما بيحكوا أنه زكاة علمك يعني فوري فري بتكون زكاة العلم بالنسبة لهم تمام بالنسبة لل كومبوننت لهدول الفاينانسين بروسس اللي بتصير في القطاع الصحي أول شغلة في عنا الكليمز بروسسينج في الكليمز بروسسينج بيجي عنا هذا المريض بعد ما تلقى الخدمة بيروح على المحاسب تمام فالمحاسب بيشوف شو الخدمات اللي اطلقاها عن طريق أنه يكون عامل الكليم أو اللي هي المطالبة المالية بيكون هاي المطالبة فيها كل الخدمات اللي اطلقاها هذا المريض بالتفصيل طبعاً يعني حتى بيكونوا كاتبين كم شاش استعمال كم شو المستهلكات اللي استعملها ما إلى ذلك إذا هذا عمره شاف كليم رح يعرف قديش إنه بيكون ندقيقية بيشوف هذا المحاسب شو نوع التأمين للمريض فمثل بيشوف إنه بيغطي 25% وفاتورة هذا المريض هي 100 دينار فبطلب من هذا المريض دفع 25% اللي ضلوا رح يعمل فيهم مطالبات للشركة التأمين أو حدا third party اللي مسؤول عن الدفع لهذا المريض أوكي فيه شغلة بالكليم بروسسينج إنه أحيانا يعني يتم المطالبة بإنه يعملوا approval من third party اللي هو رح يدفع فمثلا إذا رحت أنت بدك تصرف وصفة عن طريق شركة تأمين يعني بيكون أنت مأمن بشكل خاص فتيج الصيدلي يعني الناس اللي بالصيدلية الصيادلة برنوا على شركة التأمين لحتى ياخدوا الموافقة على صرف بعض أنواع الأدوية بعض الجرع مثلا إنه إذا المريض مكتوب له ثلاث علاب فبرنوا على شركة التأمين ويتأكدوا إنه هل ممكن يصرفوا هذا الإشي أو لا إذا كان فيه بديل لهذا الدواء برضو بيرنوا بتأكدوا ياخدوا الموافقة حتى بالمختبرات مثلا دائما بتواصلوا مع شركة التأمين لحتى ياخدوا الأبروبل عن هذا الطلب أوكي زي ما حكينا هسا ضل إنه هذا المحاسب عمل الكليم اللي هو فيه كل التفاصيل عن المريض وفيه قديش نسبة الدفع وما إلى ذلك بمسك هذا الكليم وبعمله ميديكال بيلنك الميديكال بيلنك هي إنه هذا المحاسب يطالب شركة التأمين ويرفع لها هذا الطلب لحتى تعوض المستشفى أوكي أو الهيلث كيري وبروفايدر سواء طبيب أو مستشفى فهناك بالكليم بروسسينج فيه عنا مريض ومحاسب بينما بالميديكال بيلنك هو إجراء إداري فقط ما إلو علاقة أبداً بالمريض يعني المريض بيوقف شغله هون وبيصفي الشغل كله فقط على المحاسب فالفاتورة أو الكليم اللي رح يعمله أحياناً بيكون فيه مش أحياناً سوري دائماً بيكون فيه هستري عن هذا المريض يعني مش مثل أي فاتورة ممكن أنت تروح مثلاً على محل يعطيك فاتورة بس منتجات اللي أنت أخدتها وأسعارها لا بالنسبة للفواتير اللي بتكون متعلقة بالقطاع الصحي لا بيكون فيها هستري بريف هستري يعني عن هذا المريض وشو تشخيصه وليش يعني وشو الفحصات هذا الإشي لما يصير فيه عندنا ميديكال بيل ومطالب يعني شركة التأمين تشوف هاي الفاتورة اللي وصلتها تفهم ليش نطلب هذا الفحص للمريض ويعني يعوده المؤسسة في فهذا الإشي اسمه اللي هو اللي عن طريقه ممكن شركة التأمين ترفض التعويضات المالية لأنه بيحكي لك مثلا إنه فيش داعي لإجراء هذا الفحص بناء على الهسر المكتوب مثلا فممكن مريض مثلا يروح على دكتور عيون عنده كونجينكتيفايتس اللي هي التهاب في العين وبنفس الوقت يجي هالمريض يطلب من الدكتور بما أنه صار مستهلك نموذج يحكي له بلا بدي أعمال فحص مثلا سي بي سي فإذا الطبيب كتب له هذا الفحص شركة التأمين راح تحكي إنه مش من المنطق تطلب سي بي سي عشان هذا الدييجنوز أو هذا التشخيص اللي أنت كتبته فما راح يتم تعويض المختبر عن فحص هذا السي بي سي أو كمان ممكن مريض يروح يتعالج لرشح مثلا وبنفس الوقت يطلب أدوية إضافية عن المرض اللي هو جاي فيه مثل مثلا فيتامينات وما إلى ذلك فخاص مثلا إذا طلب فيتامينات حمل في منهم يعني عشان تنصرف على التأمين لأنها غالية بتكون فالشركة التأمين على طول ما بترضى تعوض هاي الشغلات كمان في عنا الانفالد بالفورمات إذا وصل شركة التأمين أي فورمات خاطئ بطرق التعبئة التعبئة والتفاصيل المذكورة في هاي الميديكال بيل راح يتم رفضها وما بيتم التعويض عن الخدمات المكتوبة آخر شغلة بنا نحكيها أنه هاي الميديكال بيلن ممكن تكون بيبر أو إلكترونيك البيبر اللي هي يعني حسب المؤسسة الصحية وشركة التأمين إذا كانت هاي المؤسسة بتتبع نظام ورقي راح ترسل هاي المطالبات على شكل نظام ورقي لشركة التأمين أم بينما إذا كان إلكتروني راح يكون إلكتروني هل سبعات شركات التأمين عشان تريح حالها من هذا الموضوع هي نفسها بتقوم بتوفير تابلت للأطباء اللي بيعالجوا عن طريقها أو المشمولين معها مثل مثلا نات هيلث فبتقدم تابلتات لهدول الأطباء لحتى يشتغلوا عليهم فهيك هي بتريح حالها وبوصلها الميديكال بيلن بالفرمات اللي هي بدهاية وبأقصى سرعة ممكنة أوكي تمام أي سؤال لهان تمام هسا بالري امبيرسمنت حكينا إنه إحنا بعثنا اللي هي المطالبة المالية لشركة التأمين بالباقي اللي ما دفعه المريض يعني المريض دفع 25 دينار ضل 75 بعثناها لشركة التأمين مع التفاصيل كاملة عن هذا المريض لحتى تقرر شركة التأمين هل يستحقوا إنه نعمل لهم ري امبيرسمنت أو لا عسا لما يعملوا ري امبيرسمنت هيك إنه راح يعوضوا الهيلث كير وروفايدر هاد عن يعني الدفع اللي ضل فبتفعوا له باقي هاي الفاتورة فالري امبيرسمنت هو بحكي لكم the final step of revenue cycle يعني بدونه ما رح ينتحقق المؤسسات الصحية أي أرباح عشان هيك لما تكتر الشركات التأمين يعني المستشفى بيكون فيها كتير شركات تأمين مش اللي هي self pay تاع المريض يعني مش إنه المريض يدفع كاش على طول والمطالبات هاي يعني أحيان ممكن مثلا تتأخر فهذا الإشي ممكن يؤدي لمشاكل مالية في المستشفى وإنها ما بتقدر تعوض الدفع اللي بيصير على هاي الخدمات بسبب تأخر التعويضات المالية من شركات التأمين المختلفة سواء كانت خاصة أو غيرها سواء بيحكي لكم it is a re-impairment of expenses incurred يعني دفع لكل الخدمات اللي صارت آخر شغلا بيحكي لكم health care providers and payers continually work together to set rates of re-impairment يعني شفتوا هاي الخمسة وعشرين بالمئة اللي بتفحها المريض دائما بيصير عليها تعديلات بناء على وضع الشركة التأمين على وضع القطاع الصحي فممكن بيقللوها ممكن يزيدوها وهذا الإشي يتم يعني بعد دراسة واجتماعات لحتى يقرروا هذا الموضوع فمثلا آخر إجراء صار على التأمين اللي هو اللي يتعلق بموظفين وزارة الصحة ينصر ينصر في عليه تعديل بأنه المرضى بيقدر يزوروا سوري الموظفين المؤمنين بيقدر يزوروا المستشفيات الخاصة ويطلقوا خدمات في الطوارئ لحد مثلا سبعين دينار فهذا زي مثال على التعديلات اللي بتصير على الريتس وأحيانا كمان بيصير في عنا تعديلات على الفئات المشمولة في هذا التأمين الصحي مثل مثلا لما شملوا عنا في الوزارة في التأمينات الحكومية اللي هي الفئات الكبار السن أكبر من ستين اللي هنا الأطفال أقل من ست سنوات وهكذا فأي تعديلات بتصير على يعني دائما بيصير في عنا تعديلات على التأمين الصحي بناء على ظروف المجتمع وظروف الهيلث كير بروفايدر وشركة التأمين كله يعني بيتم عن طريق اجتماعات لهم لحتى يحددوا شو الريت الأفضل وشو الخدمات الأفضل اللي ممكن أنهم يقدموها آه أوكي تمام هسا احنا آه وصلت أنا هناك مع زملائكم آه لهذه السلايد آه اشتركوا في القناة